السلام عليكم طلبة الطالبات صف الثالث الهداد ينكمل مع بعض حل كتاب المعاصر الوحدة الخمسة درس اول تاني سؤال والبيقول جاكوب is from بولاند he is a طبعا هنا بيقول لك يعني جاكوب من بولندا فهو بيكون ايه طبعا عندنا ثلاث احرف شباب اللي هو ال i وال a's وال h بيدوني الجنسية فهناك من بولش سؤال البعده i have got a not to a university of cambridge in the uk خلي بالك هنا يعني بيقول لك انا حصلت على ايه من جامعة في بريطانيا طبعا حصل على كلمة بأس اسمه الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اللي اول فيها بيقول please make a fact not about a young rule model in your life يعني من فضلك اعمل ملف حقائق عن قدوة شابة في حياتك طبعا شباب كلمة ملف اللي هي كلمة file فهنا الاجابة تبقى fact file السؤال اللي بعد بقول لي a or an is an event which people business show and sell their goods يعني هنا بيقول لك حدث معين الناس ورجال الاعمال يقدروا ان هما يعرضوا في بضائعهم او السلع بتاعتهم يبيعوها في يعني لا اسمه fair يعني مع ربط سؤال اللي بعد كده she started a company to not athletes with the universities in the usa يعني هي بدأت شركتها لربط الرياضيين في العالم بجامعات امريكا يبقى هنا الشباب عايز يقول لك كلمة ربط او تواصل لها كلمة connect سؤال اللي بعد ولي I have that chair that was broken يعني هنا عايز يقول لك يعني انا صلحت الكرسي اللي انقصر كلمة يصلح لها كلمة repair وهذا فيجو ربط سؤال الثالث عشان كده يجيب لك كلمة تحت repaired في التصريف الثالث سؤال اللي بعد ولي I have already won many tournaments in my country يعني انا بالفعل او كسبت مسبقات كتير في بلدي but I haven't been to the day ولكن عمري ما اخدت عايز يقول لك الولمبيات يا شباب اللي هي كلمة اولمبيكس بسؤال لبعضه you came first in a short story competition يعني حد بقول له انت طلعت الاول في المسابقة فبقول له I can't not eat عايز يقول له يعني I can't believe it يعني انا مش ادرى صدق that's good news ده اخبار كيدة بسؤال لبعض ولي water is used to help plants two a يعني هنا الماء بيستخدم عشان يساعد النباتات في النهاء ايه يا شباب طبعا تنمو او تكبر اللي هي كلمة grow سؤال لبعضه a person who is between thirteen and nineteen years old is called a or an a يعني الشخص اللي ما بين تلاتاشر وتسعاتاشر سنة ده اسمه ايه شباب ده شخص مراهق كله مراهق اللي هي تين ايه جمع السؤال اللي بعد ولي all students كل الطلاب نعد play well in our school performance yesterday يعني كل الطلاب عايزوا لادوا المسرحية بشكل كويس والعرض بتاع امس يبقى هنا كلمة ادى يا شباب اللي هي كلمة performance السؤال اللي بعد ولي who not first in the contest يعني هنا بيسأل يعني مين هو بقى اللي طلع الاول في المسابقة او المنافسة يبقى عندي هنا شباب بتقول who came first in the contest يبقى who came السؤال اللي بعده students طلاب start school not the age of six يعني الطلاب عايز يقول هنا بيبدأوا الدراسة في عمر الست سنوات طبعا شباب the age of six يبقى هنا ايات the age of six السؤال اللي بعده last year العام الماضي we work it not a school project طبعا كلمة project يا شباب دي باخد معها حر وجار اسمه on فالعام الماضي عايزوا يقول لك ان school project بon a school project صفحة اللي بعد كده هنكمل مع بعض السؤال اللي اول فيها بيقول fix is the synonym of the word هنا بيقول لك يعني كلمة fix اللي هي معناها يصلح الكلمة دي مرادفها كلمة ايه طبعا الشباب يصلح الشيء دي معناها repair السؤال اللي بعده بقولي نقط is the opposite of ignore كلمة opposite يعني عكس او مضاد عكس كلمة ignore اللي هي اصلا معناها يتجاهل طبعا عكس يتجاهل الشباب اللي هو يجيب او كلمة يستجيب اللي هي معناها respond السؤال اللي بعده بقولي ده suffix ish يعني النهاية اللي هي ish in the word polish في كلمة polish بتعود على ايه او بترجع على ايه او بتعني ايه طبعا الكلمة دي هي الشباب اللي هي البولندية يعني بتعني nationality اللي هي الجنسية السؤال اللي بعده the suffix نهاية برضو نواد gives a noun of the word heart تتحطر كلمة hard بتعطيني الاسم منها طبعا hard دي صفة لما اجي اقول بصعوبة تبقى hardship يبقى عندي هنا ish ip تبقى كلمة hard chip صفحة اللي بعد كده عندي exercise على الدرس الخامس والسادس بيبدأ معايا بسؤال ده لك سؤال المحادسة خلي بالك لازم تغرب محادسة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تبدأ تعالي محاور is making an interview with an Egyptian space engineer يعني مع مهندسة فضاء مصرية عمل مقابلة شخصية فبيبدأ يسألها can you tell us about your job يعني تقدر تخبريني عن وظفتك فطبعا يا شباب تقدر هنا تقول له ان هي شغالة طبعا مهندسة فضاء مصرية وانا عرفتها من فوق من الخط اللي انا قريته فقدت له yes i'm a space engineer بدأ بعد كده يسألها سؤال يقولها when did you want to be a space engineer خلي بالك السؤال ده معنايا يعني امتى بقى فكرتي انك تبقي مهندسة فضاء او كنت عايزة تبقي ده امتى طبعا بس عن وقت يا شباب هبص في الاجابة تحت لليه كتب i young child طبعا هم استغرب فهي اكد قلت له لما كنت طفلة صغيرة من الاجابة هنا اقول له when i was young child فقالها that's great هذا عظيم وهي سألها سؤال تاني كان اجابته i studied space engineering in kato university يعني انا درست هندسة الفضاء في جماعة القهرة فهنا بسأل عمكان جماعة القهرة في اقول له where did you study وكمل بقى قملتك عادي بعد كده الانتروفيور بدأ يسألها سؤال كان اجابته yes i won space technology competition in the usa يعني ايوة انا اكسبت ايه مسابقة في الفضاء فهنا بيقدروا لها هل انت فستي بجائزة في الفضاء فdid you win a space technology competition بعد كده المحاورة بدأ يسألها سؤال يقول لها where there any other competitors يعني فيه متسابقين from Egypt in that competition فيه مصابقين مصريين تاني في المسابقة دي فطبعا هنا ممكن تقول له طبعا اه موجود فتقول له yes there where يعني كان فيه اه متسابقين في المسابقة اللي هي فازت سؤال بعد كده السؤال الاول عندي بيقول not an amazing achievement خلي بالك هنا ده اسلوب تعجب عايز يقول لها يعني يا له من انجاز رائع يبقى هنا شباب عندي كمت what an amazing سؤال بعده the polish musician الموسيقار البولندي frederick chopin not piano music يعني عايز يقول لها انه هو كتب او كتب يعني اه على البيانو فيكتب النوت دي شباب اسمها روت سؤال بعده summer نوعات a contest in space technology طبعا هنا عايز يقول لك برضو ان summer فازت بمسابقة في الفضاء يبقى هنا كان من فازة يعني one سؤال بعده congratulations you have not your exam خلي بالك يعني هنا بقول لك مبروك انت عايز يقول نجحت في الامتحان يبقى كلمة past لان عندي ما عنديش حروف جر سؤال بعده basel likes music يعني basel بيحب الموسيقى he dreams of not in a big concert يعني هو بيحلم بي الاداء في فرقة موسيقية كبيرة يبقى هنا كلمة الاداء يا شباب اللي هي كلمة performing صفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول سوها plays a musical instrument يعني هي بتعزف على الى موسيقية she wants to be a famous اي عايزة تكون اي مشهورة when she grows up لما تكبر طبعا شباب طبعا بتعزف على الات موسيقية يبقى هي حب انها تبقى موسيقار اللي هي كلمة musician دولي a or a not is a player in a tournament يعني هي بيلعب او شخص بيلعب فيه موسابقة لاعب فيه موسابقة او دورة ده اسمه متنافس اللي هو السؤال اللي بعده she has not seen cairo by night يعني عايز يقول هي بالفعل يا شباب يبقى هنا عايز اجلنا مسبتة طبعا وعندي هنا كلمة already هي اللي تنفع فقوله she has already seen cairo by night لاني دزم المدورة تام السؤال اللي بعده وقول لي why are you late you not done the taste kit خلي بالك كلمة yet لازم انفي طبعا ما يدتها شباب لازم انفي وهنا عندي كلمة haven't يبقى you haven't done the task yet سؤال بعده i have not eaten breakfast خلي بالك بردو هنا have جاء مسبتة فعايز اقول هو بالفعل انا بالفعل اكلت الفطور فقوله already بعد كده عندي سؤال قطعة يا شباب قطعة صغيرة وهبدأ اكملها السؤال بيقول i have got some good news يعني انا عندي بعض الاخبار الجيدة بعدها بعد كده يقول كلمة word يعني مصابقة يعني جائزة يبعايز يقولك انا فزت بجائزة كلمة فازة يا شباب اللي هي كلمة وعن يبع هنا هكتب كلمة وعن بعد كده as you know my family help يعني كل اسبوع بيساعدوا في مستشمى ايه يا شباب للاطفال عايز يقول مستشمى للاطفال كلمة اطفال اللي هي كلمة يبع عندي نمرة اتنين هنا هحط كلمة بعد كده بيقول طبعا اول ما شفت انا عرفت هنا يلعب العاب يبع هنا هحط كلمة يبع يقرر مع الاطفال ويقرر مع الاطفال ويقرر مع الاطفال ويقرر مع الاطفال ويقرر مع المستشفى لإعطاء المستشفى عايز يقول يعني يقرر بقى انهما يعطوا عائلتي جائزة يبع يقرر او قرارة لو decided فهنا هكتب له كلمة decided اشتركوا في القناة